لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الأحبة ومن المعينات التي تعين المتهجدين على تهجدهم وتيسره عليهم وهي ذات صلة بما ذكرت أمس فيما يتعلق بآداب النوم عدم التلفف بأغطية كثيرة عند النوم فالتلفف والتدثر عند النوم بأغطية كثيرة ربما يعوق المرء عن القيام لمناجات الله عز وجل ذلك لأنه مدعاه للاستغراق في النوم ومجلبه للكسل والخمول في البدن وكان سلفنا يدركون هذه القضية فكانوا يحرصون على عدم الإكثار من الأغطية عند النوم لا سيما في الشتاء كان صفوان ابن سليم رحمه الله يصلي في الشتاء على السطح وفي الصيف في بطن البيت يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح ثم يقول هذا الجهد من صفوان وأنت أعلم وكانت رجلاه تتورمان من قيام الليل وكانت الأمة الصالحة معاذة العدوية رحمها الله إذا جاء البرد نامت في ثياب رقاق حتى يمنع من الإفراط فيه وكان كثير من العباد يصلون في الشتاء بالليل في ثوب واحد ليمنعهم البرد من النوم وهذا لا شك ينبغي أن يقيد بعدم الضرر فربما الإنسان إذا تخفف من الثياب أو من الأغطية ربما أصابه شيء من المرض أما إذا كان ذلك بالفعل عونا له على القيام وعلى تخفيف النوم وقلته فهو من الأمور المباحة التي يؤذن فيها للعبد أن يأخذ بها من المعينات أيضا عدم الإفراط في النوم والإفراط في النوم وكثرة النوم فوق الحاجة عادة سيئة وخصلة ذميمة مدعاه لكسل البدن وخموله علاوة على كونها مضيعة للعمر وعون للشيطان على قتل همة الإنسان وإضعاف حماسته للآخرة أضف إلى هذا كله أنها سبب للفقر يوم القيامة إذا ضيع الإنسان وقته في النوم ولم يستفد من هذا الوقت في طلب علم أو تلاوة أو تعلم أو تهجد فإن الذي استفاد من وقته في ذلك لشك أنه يسبقه يوم القيامة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان ابن داود لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة أي من الحسنات وفي إسناده احتمال للتحسين وربما لو تأملنا فيما ذكرنا من الوسائل كقول المزمل قم الليلة إلا قليلة هذا يدل على أن الإنسان ربما يكتهد في القيام فيستغرق أكثر الليل وعندنا أيضا حديث داود أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام ثلثة حين تحسب هذه الساعات تجدها تقريبا سبع ساعات أو ثماني ساعات وهذا في الحقيقة كما يقول الأطباء المعدل الطبيعي للإنسان ينام في حدود ست ساعات سبع ساعات ثماني ساعات ويتفاوت الناس في ذلك وربما قلل بعض الناس عن ذلك ولم يضره ولكن ينبغي أن يضبط ذلك بعدم الضرر وفي روال الأثر السابق قالت له يا بني لا تكثر النوم فيفقرك أو يفقرك يوم يحتاج الناس إلى أعمالهم يوم يحتاج الناس إلى أعمالهم قال ويس القرني رحمه الله يا عجبا ممن يعلم أن الجنة تزين أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته كيف ينام من هو بينهما ينظر إليهما وهذا في إشارة إلى أهمية مطالعة ما ورد في الجنة من السواب وما ورد في النار من العقاب فهذا يعين الإنسان على الاجتهاد في الطاعة ولكن لا يضر بنفسه فلا يقصر في أمر النوم مثلا حتى يضره ذلك بل يأخذ من النوم حاجته يأخذ من النوم حاجته ورحم الله من قال يا كثير الرقاد والغفلات كثرة النوم تورث الحسرات يا كثير الرقاد والغفلات كثرة النوم تورث الحسرات وهذا حتى وإن لم يستعمل ذلك الوقت في معصية الله فإن أهل الجنة لا يتحسرون إلا على ساعة مرة لم يذكر الله فيها وكان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول الليل طويل فلا تقصره بمنامك والإسلام نقي فلا تقصره بمنامك وكان الفضيل بن عياد رحمه الله يقول أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الهجعة يعني من كثرة النوم إنما هو على الجنب فإذا تحرك قال ليس هذا لك قومي خذي حظك من الآخرة أي يأخذ حظه من النوم وإذا استيقظ فإنه بعد ذلك يستغل هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى قال ثابت البناني إذا نمت ثم استيقظت ثم ذهبت أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني إذن طالما قد أخذت حاجتك من النوم فاجتهد أن لا تضيع وقتك فيه وقال محمد بن النضر الحارفي أكره أن أعطي عيني في الدنيا سؤلها في النوم وهذا باعتبار أن الإنسان كلما رغبت نفسه في شيء من المباح وفاه لها وأعطاه لها فإنها ربما ضيعت الأوقات في غير الطاعة وقال قتادة ابن دعامة السدوسي منع البر النوم منع البر النوم يعني يكتهد أن يأخذ بحظ من البر ولو أن يقتطع شيئا من وقت نومه وقال ابن الجوزي لما امتلأت أسماع المتهجدين بمعاتبة كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني وهذا من الأثار الإسرائيلي كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني لما امتلأت أسماع المتهجدين بذلك حلفت أجفانهم على جفاء النوم ولا شك أنه لا جفاء للنوم مطلقا وإلا كيف يستطيع قضاء حاجاته قال شام الدستواء إن لله عبادا يدفعون النوم مخافة أن يموتوا في منامهم وقال سليمان ابن طرخان إن العين إذا عودتها النوم اعتادت وإذا عودتها السهراء اعتادت فعلا فالخير عاد فبحسبه لان نفسه وقال سفيان قيل لسفيان الثوري كيف تصنع في ليلك قال لها عندي أول نوم تنام ما شاءت لا أمنعها فإذا استيقظت فلا أقيلها والله أو إذا استيقظت فلا أقيلها والله يعني كما ذكرنا يأخذ الإنسان حظه من النوم ولا يزيد لأن الزيادة في النوم ربما عودته الكسل والوخم ولا حول ولا قوة إلا بالله من الأمور أيضا التي تتعلق بقضية النوم المحافظة على الأذكار الشرعية وهذا نذكره غدا إن شاء الله أختم ببعض المواقف التي وردت عن أسلافنا في حرصهم على القيام من ذلك ما جاء عن سعيد بن عبد العزيز رحمه الله كان يحيي الليل فإذا طلع الفجر جدد وضوءه وخرج إلى المسجد قال له أحدهم مرة ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة قال وما سؤلك عن ذلك فقال السائل عسى الله أن ينفعني به فقال إلى صلاة إلا مثلت لي جهنم وهذا من الأمور المهمة فعلا التي تعين الإنسان على الخشوع في صلاته ذكر اليوم الآخر وذكر الموت كما وردت به الأحاديث وكان رحمه الله إذا فاتته الجماعة بكى كان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى كما ذكر الذهبي أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال عنه ابن عبد الهادي رحمه الله كان في ليله منفردا عن الناس كلهم خاليا بربه ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن العظيم مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية كان إذا دخل في الصلاة ارتعد فرائصه وأعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرى رحمه الله كما في العقود الدرية أما شيخ الإسلام ابن القيم فقد سار على نهج شيخه ابن تيمية قال ابن رجب عنه كان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى ولم أشاهد مثله في عبادته وعلمه بالقرآن والحديث وحقائق الإيمان وليس هو بالمعصوم ولكن لم أرى في معناه مثله حلبي في ترجمة الإمام ابن دقيق العيد كان آية في الحفظ والإتقان والتحري شديد الخوف دائم الذكر لا ينام الليل إلا قليلة ويقطعه فيما بين مطالعة وتلاوة وذكر وتهجد حتى صار السهر له عادة أوقاته كلها معمورة لم يرى في عصره مثله أما المحدث الكبير شعب بن الحجاج رحمه الله فكان من العباد الكبار قال أبو قطن ركع إلا ظننت أنه قد نسي أي بسبب إطالة الركوع ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه قد نسي ونزل سفيان الثوري على رجل من أهل مكة فأكرمه الرجل وقرب له الطعام فلما أكل سفيان قام فشد وسطه يعني شد عليه كالحزام ونحو ذلك وقال يقال شبع الحمار ثم كده ثم قام يصلي لله حتى طلع الفجر يعني يضرب مثلا لنفسه بهذا المثل طالما طعمت وطالما أكلت فاكتهد في شكر هذه النعمة وأمثلة أخرى إن شاء الله إخواني نذكرها في لقاء الغد بإذن الله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الزاكرين الشاكرين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر